قال عن تر ابن شداد مخاطبا محبوبته عبلا ألم تسمعي نوح الحمائم في الدجا؟ فمن بعض أشجاني ونوحي تعلموا ولم يبقى لي يا عبلا شخص معرف سوى كبد حر تذوب فأسقم الغزل فن من الفنون الشعرية وغرضا من أغراض الشعر التي مارسها الشعراء منذ القدم وحتى الوقت الحاضر للحديث عن الغزل أو عن شعر الغزل وتطوره عبر العصور وأيضا أبرز شعرائه يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الستوديو الأستاذ نعيم مية نقول لك يا سيد صباحك وأهلا وسهلا فيك الأستاذ والشاعر أيضا أهلا وسهلا فيك الصباح الخير وشكرا كثير لك والسيد المعدة والمخرج والجميع أهلا وسهلا فيك أستاذ يعني اليوم نحكي عن الغزل اللي افتتحنا بقصيدة لعنتر اللي كان مشهول بالغزل اليوم خلينا نحكي بداية عن الغزل العربي كيف بدأ ومن هم كانوا الشعراء الأساسيين بهيدا الغزل هلا أول شي صباح الخير للجميع ثاني شي رح عقب على أنه بدأت بالبعنتر أنا أعتقد أني بدأت بالغزل عندما رأيت وجهك الصبوح يسعد صباح وجهك الصبوح وهو بحد ذاته محلل للغزل لأن الغزل تعريف الغزل مدام لارا ما بين اللغة والاصطلاح ثمت فرق كبير في اللغة الغزل هو التودد إلى النساء في الحديث هذا حقيقة هو الغزل أما في الاصطلاح هو الشعر الغزل الذي يقوم على ماذا؟ على إبراز المفاتن الجمال لدى الأنسة ومفاتن الجمال للأسف وأقولها بمرارة البعض يعتقد أن المفاتن هي مادية حسية جسدية وهذا أبعد ما تكون عنه الأنسة لأن الأنسة بمختلف مراحل عمرها تمتلك وتجدد لديها المفاتن بعيد عن المفاتن المادية الحسية نرى أن عجوزا كبيرة في السن تمتلك من المفاتن الإنسانية ما يتفوق على الجمال المادي لدى فتاة في مقتبل الأمر أو في العشرين الأمر الغزل هو فن وإن كان هو غرض من أغراض الشعر على ماذا يقوم؟ يقوم على أهم فكرة حياتية إنسانية وجودية مادام لارة وهي فكرة الحب الحب صحيح تماما الحب الذي الله عز وجل قال في محكم تنزله أن الله يحب عباده إذن الله يحب عباده ولكن فكرة الغزل من أين تأتي ليس فقط من ما بالحب الحب والافتتان بالجمال والتعلق لدرجة الهياء لا يمكن لنا أن ننكر أن الغزل سمة أساسية من سمات الحياة اليومية الطبيعية يعني في معنى بسيط جدا مادام أنه الغزل ليس فقط كل من يكتب مثلا محتكر على الشعراء صحيح لا 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 هناك على بساطتهم الناس الأميون يتغزلون بنسائهم بالحياة إذن يقولون كلاما جميلا نعم وهو الغزل كلام جميل والغزل هو كلام جميل نعم لكن كان يعني من يعني بالزمن البعيد كان الغزل إلهه أيام مجد فعلا كان صدح فيه هذا الشعر خلينا نحكي عن هذه الفترة وهي الحقبة اللي صدح فيه الشعر الغزل بشكل كتير كبير أستاذ نعيم أنا بدي أتشكرك فعلا أنك عم تضوي على أشياء جميلة جدا صراحة أنا ستلارة وأنا بهالنيكي على هاللفتة الغزل بأول مراحله حقيقة بلش يظهر للعلان بديك فاجئي أنه قيمت في مرحلة في أي حقبة زمنية أو أي عصر فعاش الإنسان هو العصر الجاهلة جاه�리 تخذي العوام سزج اللي بنزروا للجاهلي أنه الناس ما بيعرفوا الجاهلي ما هو إنسان ما بيعرف صحي om نهائي أنه الجاهلي يعلم ويدرك حقيقة أشياء كثيرة لكن هذا الإنسان الجاهل العصر الجاهلي ما نقول إنسان جاهلي لأنه إنسان جاهل شي وجاهلي شي صحي الإنسان الذي ينتي من العصر الجاهلي أبدع في الغزل ووضع حقيقة معايير الجمال في بيئة جافة في صحراء يعني ما عنده المقومات تخيل لو الإنسان الجاهلي في العصر الجاهلي كان عايش رحقول أن أكون متعصب للمنطقة الساحلية بجمالها وبغاباتها وأنهارها والبحر تخيل لو أنه العصر الجاهلي إنسان الشار الجاهلي كان عايش هلأ عنا بالساحل أو في الجبال أو في الطبيعة الآن كان نظم قصائد أهم منه بالضبط إذن وضعها مفات ومعايير الجمال العصر الجاهلة وبدأ يتطور الغزل ولكن ظل منطلقا من أساس هو ماذا؟ هو العاطفي السامية الحب تماما يعني مدام لارا أن الشاعر الغزلي يرتقي الحب معه إلى درجة التعلق لدرجة بعد شويه إذا صار معنا موجهة الوقت رح نحكي عن بعض الشعراء اللي فقدوا حياتهم بسبب الحب الحب تماما أو بعض الشعراء اللي فقدوا عقلهم يعني هنا عامية بيقولوا الحب جنون نعم يعني كتير في شعراء تغزلوا ونظموا قصائد عن الغزل ولكن كان في رواد بهذا الموضوع أستاذ نعيم خلينا نحكي منهم الرواد يعني نحن اليوم انطلقنا بعنتر من الرواد اللي كانوا بالحب ولكن هناك أسماء كتير كبيرة كان لها فعلا منظومات وقصائد كتير جميلة ما زالت إلى اليوم تحفظ يعني حتى الجيل اليوم رغم التطور ورغم الحداث اللي صارت بالشعر ولكن اللي عم بيحب عم يرجع هذه القصائد حتى يهدية لحبيبته اليوم خصوصا على مقتبل أيام عيد الحب إن شاء الله أنا أعتقد أنه كل أيامنا لازم تكون هي حب ليس فقط يوم للحب يعني إن شاء الله الجميع بيكون بسعادة بس تعقيبا بسيط تعقيب بسيط على موضوع عنترى عنترى من الشعراء المجيدين جدا وهو يشهر مشهور ويشتهر بماذا بأنه رجل حرب ومقتال ولكن لماذا ظهر الشعر في نفسه وهنا السؤال في شعره الغزل في شعره لماذا لأن العاطفة السامية هناك رقة هناك رقة أن لا يمكن مهما كان هذا الإنسان جبروت لا يمكن أن يكون هناك إنسان قد قلبه من حجار صحيح قولا واحدا عنترى هو شعر حرب شعر معارك شعر سيف شعر قتال ولكنه ظهر في شعر الغزل واستخدم كلمات واستغربا الجميع أن عنترى الذي يقول في الحرب وفي ساحات الوغة هلأ تخبري العبلة؟ هلأ أخبرت الوغة؟ تماما ولكن يقول في بيت الشعر هذا شيء جميل جدا والغزل سأنتقل من خلاله إلى شعر آخر مشهور بالأنا العالي عنده وظهر فيه الشعر وهو المتنبي المتنبي الذي قال في بيت شعري بسيط وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشقي يتخيلي هذا الأنا اللي شغل الناس ملأ الدنيا وشغل الناس يقول أنه بالعودة للوغة الشعراء سأقف عند شاعرين وهم كثر طبعا سأقف عند شاعرين قيس لبنى وجميل بسينة جميل بسينة الذي مات بعد أن تهى في الصحراء دون أن يتزوج من بسينة تخيلي هذه النهاية ولكن قليل يمكن الأختصاصيين الأخصائيين بيعرفوا كيف نجأت علاقة الحب بين جميل وبسينة طبعا هنا علاقة بلاد عم هنا أبناء عمومة كان جميل يرعى الماشي وبسينة ترعى الماشي وأحبه بعض فضربت بسينة ماشية جميل الصغار فتاة الماشية الصغيرة تلفت النظر فيها فيها رقة فيها حني فيها لطف فيها جمال جميل جدا فضربتها فما كان من جميل إلا أن شتمها شتمها لبسينة فلما شتمها كبرت عليها الشتيمة فردت له الشتيمة شتمته فتخيلي بدل أن يتحول الشتم إلى نزاع وخلاف واقتتال تحول إلى حب إلى حب ونمى وتنامى وصعد وتصعد حتى كبر وارتقى وأصبح شاغل الناس حب جميل بسينة الذي عقب أنه ذكرها في شعره وهي كانت عادة العرب أنه يذكر أنه ممنوع ذكر المحبوبة ويعاقب عليها تمام ويقول جميل بسينة في معرض حديثه عندما يقول وهي التي سلبته وأن قلته ردي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد يعني حتى هو طلب بعض عقل بعض عقل وأنه في المجتمع يتهم أن النساء بالعقل وهم يطلب بعض عقل فقالت ذاك منك بعيد ويقول جميل بسينة في معرض كتاباته وأشعاره مدى الشعور الذي يشعر به عندما يلتقي ببسينة وماذا يعني له اللقاء ببسينة الجميع يدرك ستلارة أن الحب ليس سك ليس سك قانوني لا داعي أن أذهب إلى محكمة أن أسجل أو أضع الشاهد على كلامي أنني سأحب مدى العمر هذا ليس سك قانوني هو شعور هو إحساس هو التزام وليس إلزام هذه نقطة فجميل ببسينة عندما كانت تأتي إليه ببسينة ويلتقي ببسينة أو هو يتمنى أن يلتقي ببسينة يقول حلفت لكي تعلميني صادقا ولا الصدق خير في الأمر وأنجحه حلفت لكي تعلميني صادقا وللصدق خير في الأمر وأنجحه أتذكر البيت أهلا يحضرني بعد قليل يعني نحن دائما عم نشوف الحالات ولا تكليمه ولا تكليمه في يوم واحد ببسينة في يوم واحد ألذ علي من الدنيا وأملحه الأملح إذن هو أن يتحدث إلى ببسينة يوم في يوم واحد فقط يساوي الدنيا بما فيها بما فيها هذا يعطينا فكرة ما الذي يسقطه هذا الحب على تلك الفتاة وعلى ذاك الرجال هذا الأمر نعم نحن كثير عم نشوف يعني أستاذ نعيم هذه الكلمات الرائعة التي دائما كانت تخاطب بها المرأة في حالات شعر الغزل ذكرت حضرتك أنه بأيام يعني زمان كان يفكروا أنه الغزل هو خاص بجسد المرأة أو بأشياء المادية التي فيها تطور الشعر اليوم أصبحنا فيما يعني سنوات مضت على الشعر الجاهلي اليوم كيف تشوف هذا التطور بشعر الغزل إلى أين وصل اليوم هل تم تجاوز هذه الأمور وأصبح للمرأة للأخلاقيات المرأة نوع وحصة من هذا الشعر؟ تماما العصر الجاهلي لم يقترن بالمفاتن الجسدية للأمانين لم يتحدث عن المفاتن الجسدية اللي تحول المفاتن الجسدية هو شعر مشهور هو أمر بن أبي ربيحة صحيح وهو الشعر الذي لا نريد أن نتحدث عنه اليوم لا نريد أن نتحدث عنه وكان مشهور عنه أنه يتحدث في شعره عن أمر بعين امرأة وإلى آخره هذا الأمر لا نتحدث عنه سأقف عند شعر موضوع الشعر العزري الغزل العزري ليس الشعر الحضري اللي تفضلت أنت حكيته فيه بالقيم والمبادئ الأخلاقية الجميلة ست لارة الغزل الجاهل العزري هو غزل جميل لأسباب كثيرة جداً أول شيء أنه يتسم بالسمو والعفة وهذه الصفة الأساسية ترتبط مع الحب لا يمكن أن يتحول الحب من عاطفة معنوية إلى شيء ماد يفتقد الأمر الحب يؤدي إلى كل شيء لكن ليس كل شيء يؤدي إلى حب نعم قيس شعر عمر بن أبي ربيع الذي كان يتنقل بين النساء وهذا الأمر أنا لن أتحدث فيه من الشعراء أيضاً الذين تحدثوا بالشعر العزري والجميل أيضاً قيس لبناء قيس لبناء هذا الشعر الذي أحب لبناء لدرجة الهيام والتعلق وعندما وصل به الحال إلى مرحلة لا يمكن معها الاحتمال طبعاً طلب الزواج منها وكان محرم عليه أن يتزوج طلب الزواج وتزوجها بعد وساطة تخيل حتى هناك وساطة حتى يكسر هذا القيد تزوجها ولكن أين كانت المشكلة؟ كانت المشكلة وأنا أتحسر عليها الآن أن هذا الحب الجميل لم يكلل بإنتاج أبناء لم يكلل بإنتاج أبناء فطلب والد لبناء إلى مبارف ممكن جديدة ما أحكيها مبارف إذا ما عندك معلومة ممكن كمان فيها فطلب والد لبناء إلى قيس أن يفك الزواج وأن يطلق لبناء كانت كارثة وقعت على قيس فتاة قيس في الطرقات في الصحراء وطلبها وسمع أنها تزوجت وزوجها تماماً زوجها أبوها من آخر فعندما تزوجت ازدادت عاطفة الحب والتعلق لدى قيس أكثر فتوسط للجميع وكان هو أخو الإمام الحسين علينا مذكره السلام بالرضاعة على فكرة قيس لبناء هو أخو الإمام الحسين علينا مذكره السلام بالرضاعة فطلب إلى الإمام الحسين أن يتوسط لديه فالآل البيت ثقافة المحبة فتم إعادة لبناء طبعاً بطريقة شرعية وزواج جديد وتزوج تمام؟ ولكن هذا الأمر حتى يستقيم هذا الإنسان هذا الأمر جعله يقول وما أحببت أرضكم قيس لبناء يقول وما أحببت أرضكم ولكن أقبل إثر موطئة من جرى من وضع هنا يعني بمعنى هو ما يحبنا الأرض نعم ولكن التشبيه يعني جميل جداً هذا الحديث عن الشعر أستاذ والشاعر نعيم مية فعلاً يعني يطول الحديث عنه وهذه الأقصائل اللي ما زالت إلى اليوم تذكر ولكن للأسف وقت برنامجنا خلص لليوم إن شاء الله في حلقات قادمة سنتحدث أكتر عن هذا الموضوع بنا نتشكر كثير وجودك معنا اليوم الشاعر نعيم مية شكراً كثير لوجودك معنا شكراً جزيلاً شكراً شكراً إليك أما هلأ مشاهدين